على شاطئ البحر الأحمر في قرية يقال لها أيلة بين مدين والطهر كان يقيم جماعة من بني إسرائيل قد خالفوا أمر الله تعالى ففاجأتهم نقمته على اعتدائهم واحتيالهم في المخالفة وكان من خبرهم أن بني إسرائيل قالوا لموسى حين أمرهم بالجمعة وأخبرهم بفضلها يا موسى كيف تأمرنا بالجمعة وتفضلها على الأيام والسبت أفضل الأيام كلها فقد خلق الله السماوات والأرض والأقوات في ستة أيام وخشع له كل شيء وسكن مطيعا يوم السبت وكان آخر الستة فلما أبى اليهود إلا لزوم السبت أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أندعهم والسبت لا يعملوا فيه شيئا كما قالوا وحرم عليهم في السبت صيد الحيتان وأكلها فكان من ابتلاء الله تعالى لأهل تلك القرية واختباره إياهم أن كانت الحيتان تخرج يوم السبت ظاهرة على سطح الماء في كل مكان سميلة تلعب فإذا ذهب يوم السبت ذهبت فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فلما طال عليهم الزمان واشتدت شهوتهم لأكل لحم الحيتان انطلق رجل منهم يوم السبت سرا فأخذ حوتا وربطه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتد له في الساحل وتدا فأوثقه حتى إذا كان يوم الأحد جاء فأخذه ثم انطلق به فشواه وأكله فلما وجد أهل القرية ريح الحيتان وعلموا صنيع الرجل فعل بعضهم كما فعل وصنعوا ذلك سرا زمانا طويلة وتتابعوا عليه حتى صادوا الحيتان على نية وباعوها بالأسواق فنهتهم عن ذلك طائفة من بقيتهم كانوا قد امتنعوا عن صيد الحيتان يوم السبت وأنكروا عليهم قائلين ويحكم اتقوا الله ونهوهم عما كانوا يصنعون وقال الطائفة أخرى لم تأكل الحيتان ولم تنهى القوم عما صنعوا لما تعيضون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا فأجابهم الذين نهوا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أي نحن ننهاهم حتى نعذر عند الله تعالى بأن نهيناهم عن المنكر ولعلهم يتوبون ويرجعون للصواب ويتقون عذاب الله وسخطه فلما أقام المعتدون على عملهم ولم يلتفتوا لنصح الناصحين وعتوا عن أمر الله تعالى أنجى الله الطائفتين الأخريين أو الطائفة التي نهتهم فقط ثم أنزل الله عذابه على الطائفة المعتدية بأن مسخهم قرادة صاغرين لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساءا ثم هلكوا بعد ثلاثة أيام وما كان لهم نسل قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين